لا أريد أن نقول خلاصات من الممكن أن نتحدث عن خلاصات ولكن عن الدروس حتى هذه اللحظة ماذا يمكن أن نقول بدايتها؟ تحية لك عبد الرحمن ودائما على رأس كل ساعة وكل دقيقة نجد تحية الوفاء لشهدائنا في قطاع غزة ومقاومة الأبية الإسرائيلي فقط لديه هدف واحد سواء ذهب إلى العملية البرية أو لم يذهب إليها عن من أنه مجبر على الذهب إليها وهو ليس خيارا حتى الناس لا تسأل للسؤال ولا تحصل على إجابة نعم لأن الجيش إذا لم يذهب إلى هذه العملية سوف ينكسر سنتنكسر صورته تماما وحتى لو اضطر إلى الدخول 100 متر أو 200 متر والخروج والعودة يجب أن يقول أني أنا دخلت طبعا هذا سيشكل في النهاية نتائجه أيا كان نوع الدخول والخسائر المترتبة عليه سيشكل صدمة لدى الاحتلال في الداخل ويمكن الحديث أكثر بالتفصيل إن شاء الله عن المعنويات داخل إسرائيل لأن هذا موضوع لم يرصب بدقة بعد ترجمة نانسي قنقر